ايه يا عم؟ انت كالتحاد مصري انت المسابقة مع الرابطة والربطة شغالة بتحاول وزير تدخل وانت متكتف لان انت دي مش اجندة دولية تجبر النادي فقال هو يجيب لك لعبته اه تقول الحس الوطني اقول لك ايوة لازم نغلب الاحساس او الحس الوطني في اي مرحلة ان دي مصر ان دي مصر زي ما كانت تريزي جي بيسع لو يكون موجود وصلاح والناس بمعرفض انديتهم خلاص ما نقدرش نتكلم ولا نكبر نادي برا لكن هنا زي ما قلت لك ان الزمالك قالك تفضل زيزو تفضل الناس الاهل قالك دلاتة بتقعد سن ومن كوكا بيشارك تفضلوا وايضا برامج زي قالت لك ابراهي معادل محمود صبر تفضل ما فيش مشكلة في حاجة ونشتغل وبعتنا القيمة في المعادل محدد اللي الكل طلع وقال لك غرامة مالية بجملة الغرامات اه بمناسبة جملة الغرامات يعني خلاص احيانا بتصل الى مرحلة اللي احنا يعني بنطلق الشائعة بلاش اقول اللفظ تاني ونصدقها في موضوع فيتوريا والمستحقات المالية وطلع والاتحاد المصري واربعة ونص مليون دولار وازمة كبيرة ولابد من محاسبة جمال علام ولابد من محاكمة مش عارف مين في موضوع مفيش كلام اللي عمال يحصل ده كله راجل رحله ثلاث شهور طالب سبعين ألف دولار لو ادينا هومله دلوقتي خلاص خلصت الليلة احنا بنقول لا مالوش بناخد فتوى ندوله يعني الامور بسيطة وحتى لو لجأ للمحكمة الموقف بتاعه ضعيف مش هياخد حاجة خالص ولم يبت في الموضوع اصلا والموضوع تفاوض في نفس الوقت اللي الناس دي كلها لم يجرؤ واحد واحد يطلع ويقول الاندية اللي عليها وقف القد بسبب منسحقات الدكادة للاعبين ومدربين حد يتكلم كلمة لان النادي له ظهيره الجماهيري لكن اتحاد القرى مكبل ما فيش وبالتالي اسد علي وفي الحروب نعمت قال له ايه يا جماعة وفي ايه بالزبط في ايه ما فيش حد على رأسه بطحة واللي موجود النهاردة بكرة شكرا جزيلا وييجي غيرك يكمل لكن اللي عهده ان ده موجود في كل اتحاد الاساءة لكل ما نتولى الامر في الاتحاد القرى عارفين لكن يعني بالراحة شوية الزملاء والاخوة الاعلاميين والاخوة اللي على سوشيال ميديا بالراحة شوية كل واحد له اسرة ولبيت اسهل حاجة دلوقتي لو طلحت اتكلمت على اقل كلمة لأي الجماهير تقطعك تكلمت على زمان الكلمة الجماهير تقطعك وممكن وتبقى انت صح واسهل حاجة سوشيال ميديا انه مش عارف ما بتحسبش ولازم نلاقي حل لازم نلاقي حل للمسورة قلة الادب اللي موجودة على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مصورة قلة الادب اللي ما كانش ده سمت الشعب المصري اطلاقا في يوم من الاياب لكن ايه العصبية اللي حصل اتعصب لمنتقد لنديك في الحق وخلي منتقد بلدك هو قبلتك الاولى ان دي مصر اللي بتجمع الاهل والزمالك والاتحاد والمصر والسراميكا وامبي والمحلة والمنصورة كل البلاد وده منهور والمطروح وكله والصعيد من اول اسوار لغاية بانسويب والفيوم في ايه ليه وصلنا لحالة الاعتقان دي يعني النهاردة شائعة في ظل ان ازمة المنتخب اللي هم بتخلص يطلع شائعة ده ممكن فلان يسيب معسكره عاوز يقلب الدنيا لا 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 هو احنا عاوزين استقرار والمنتخب عنده مباراتين في فرنسا مع اوكرانيا ومع العراق يلعبهم وبعد كده يؤدي مع دون مكانو مع اسباكستان ومع اسبانيا وممكن نعمل حاجة وقد ليه وراء المنتخب بلاش نطلق شائعات بلاش نعمل نار مرة تانية شقرنا النادي الاهلي على انه ترك لعبته مع وجوده ومنافسته في الدور ونادي بيرامد وبنسكو النادي الزمالك انه ترك اساسيين اربعة موجودين بالعابه اساسي على رسول مزيزو وحسان عبد المجيد وزياد كمال وموجود كمان شحاته وكل نادي من انديت مصر اللي لعبته موجودة في القائمة وسبع المنتخب مصر الوليمبي على الرغم من ان ده الاندياة وطنية فهو نوع ليس من التفضل ده الواجب الوطني لان انت بتعمل الدوري وبتعمل الكاس وكل المسابعات لخدمة منتخباتك القومية ودي بلدك اللي انت على ارضها بتستفيد منها وبتستفيد من كل شيء فيها فده الدور بتاعنا فانا ارجو ان احنا نهدى شوية نهدى شوية عاوزين نطق كل حاجة اقول لك فاشل فيه انت في موضوع المدربين الرخص اللي كانت متوقفة من سنين رجعت مرة تانية والحمق وبقوا على مستوى علمي لا يرفض في اي دول مش شغلت على افضل ما يكون كونت منتخبات وعملت لها جهزة فنية وعمل معسكرات داخلية وخارجية واكتساب قبرات على افضل ما يكون مسابقات عملت المحترفين بقت حاجة تحت الدورة المتسقوية جدا وبتنظم في المسابقات التانية وحتعلن خلال ايام قليلة شكل جديد وتبقى لحاجة محترمة وشغالة تسويق دوري محتاج فقط بداية ونهاية وده اللي حيشتغل عليه بمزم السنة عشان نرجع مرة تانية لما صارنا صحيح الحكام تجيب مصري ازاي ازاي ده بيروح للاهل وبروح للزمالك وبينحزل كذا بلاه المصري نجيب الاجنبي ازاي ده الاجنبي مش عارف عمل ايه في القطة الفتصانة الاولان ومشي التاني اهو وحيمشي عملنا تعديل في لجنة الحكام تدريب للفار مرة ثانية للحكام ييجي برضو الحنفي وازاي والحنفي ما عملش هو احنا بالسزاجة ان الحنفي نديله مباراة من غير ما يكتزخت برضي القبة بدنية يبقى عليه العاوض ومنه العاوض